ركز السؤال ده لانه مهم جدا واعتقد انه هو طرح بشكل او باخر والناس تشغل بالها الاهلي وزا مالك شاكل كبيرة جدا في الملعب حصلت تعقيبك مهم ان انا اسمعه وهتوئده ازاي الفتنة اللي حصل بين اللعيبة دي والمنتخب والاسمة وهل هيتقسم اهلي وزا مالك طب انتو هتعملوا ايه هتقعدوا اللعيبة لا حصلت حصلت يا دراهيم اول مرة لعيبة تشد مع بعض لا مش اول مرة اول مرة لعيبة تشد مع بعض مش اول مرة بسي التعامل بقى ازاي التعامل ازاي خالص مفيش اي نوع من طاصلت ان انا بقول لك المحصلت مش كده قبل كده وقت الكابتر حسام غالي وتفاصيلها الناس كلها عارفاها ما كانش معاكم طبعا كان الجهاز ده كان الجهاز اللي كان فيه كوبر والمجموعة الكامل هتتعاملوا ازاي في القصة دي هو ده مش هيحصل اه انا بأكد لك انه هو مش هيحصل عشان بعد كده يبقى لنا تعامل ولكن لو حسينا بأي حاجة ولا وشوش مسلا مش مش مقلوبة على بعض ولا اي حاجة لا حنعرف نتصرف وحرار عرف نتكلم وحنبقى وعارفين لان دي العيبة كبيرة وفي تبقى فاهمة ان دلوقتي عبدالله جمعة اللي بيعمل كده ده بيدر نفسه عبدالله جمعة عنده مشكلة مع جمهور الاهلي وبالتالي بالتبعية عنده مشكلة مع عيبة الاهلي وليد سليمان عنده مشكلة مع عيبة الزمالك لو جبتوا وليد سليمان وعبدالله جمعة الوضع يبقى عامل ازاي يعني انت متخيل ان هم لو جم مسلا حيدربوا بعض لا مش هيكلموا بعض المشاعر حتبقى مش احسن حالي مش هيدربوا بعض يعني انا بقول لك ده مش هيحصل ولكن حتى لو حصل يعني كابتن حسام هيبقى كفيل وانا معا ان شاء الله ان الدنيا دي كلها قبل اول تمرينة خد بالك احنا دايما كابتن حسام قبل اول يعني يقوم المعسكر قبل اي حاجة قبل مسلا ما ننزل او نخش على الغدى بيبقى فيه اجتماع كده نص ساعة حبي ان هو يعود يتكلم فيه شوية بتاع كلام من ده هو من الوشوش بس اول ما انت حتيجي كده من الوشوش هتشوف انت محتاج تتكلم في الموضوع ده وتترغي مش محتاج